طيب مع تأهل الأهل الكاس العالم للأندية المسألة ديئة ناس فكتب الأستاذ أحمد الشمراني النقد الرياضي السعودي الكبير في جريدة عقاز الأهل والهلال قال لك الناس وين؟ الناس وين وانتم وين؟ ده على الناس اللي بتقلل من تأهل الأهل والتأهل المحتمل بنسبة كبيرة للهلال لأنه حتى الآن الفيفا ما سماش أو ما حددش مين بطل آسيا النهائي متأخر شوية فالهلال بطل آخر نسخة فقد يؤخذ الهلال لكاس العالم بالمغرب في فبراية لكن أحمد الشمراني يقول لك الناس وين وانتم وين؟ منشط جميل نبحث عن تفاصيله خلال قطبي القرتين كرويا فزعيم في مصر وآخر في الرياض والإثنان كبيرة آسيا وأفريقيا فهل من محتج؟ الأهل زاهب إلى بطولة العالم للأندياء وكذلك الهلال فثار حنق المتعصبين هنا وهناك واكتفى الواقعيون بالضحك احتجاجا وفي الضحك في مثل هذه المواقف بهجة ترشيحي أو مرشح لا أراها في موضعها حينما يكون أمر التمثيل معنيا بالهلال والأهل هنا أقول ولا يمكن أن أماري أو أجامل فالأهل والهلال يمثلان ثنائية القطب عربيا وفي القرتين السمراء والصفراء سيكملان العقد في المغرب وما علينا إلا الاستمتاع بكبار الأندية في العالم في معزل عن التعصب فكرة القدم في بعض المحافل تختار من يمثلها أهل ذي كرة اخترتهم ما نكامل لا ما نكامل في أضاية تانية أضاية سعودية حسنًا معا لينا طيب ما هو أصله يعني بيستخف بالناس اللي بتقولك شو معنا نحنا أصل اللي يبقى عندك سبب المقارنة أين تبقى واجبة لما يبقى عندك سبب يعني ما يجي واحد يقولك إيه الله العظيم حاجة غريبة يعني هو لو البطولة دي في مصر لو الزمالك كان يملك من الأموال ونظمها في مصر من اللي كان حيشارك كنت حتشارك انت اه طبع هي اللي وايح الله لو اللي قال نظمها كان حيشارك هو لو مصر نظمتها يشارك بطل الدوري لمصر وهو الزمالك خلاص النادي مش بيشارك ما هو الدولة هي اللي بتشارك دولة بتنظم ماشا ويشارك بطلها المحل في آخر نصح هو الزمالك لو كانت مصر نظمت فانت بتنقش ليحة ها لما المغرب تنظم وبطلها موجود مؤهل اللي الشارك الوصيف بتاعه خلصت مفياشش معنى اي محدش جامل للأهل في حاجة بالعكس حق الأهل عاد إليه ولو انت منصف جزء من حقه لا حقه انه كان يكسب ويرجع البطول البطولة البطولة خلاص خرجهم من الشعور بعقدة الزم تجاه الأهلي ان الأهلي ظلم فالقدر أنصف قدر في الاتعاد الدولي واللائحة طبقت لما تيجي تقول له وانا وانت بتسيق لي مين بتقول لنفسك ما نظمتش لي هلا كسلي عشرين ألف دولار ده مبلغ لا يسترد ومبلغ كبير جدا عشرين مليون طب ودي خلاص يبقى ما نتكلمش وما كانوا طلبوا زي مالك كان طلب من الوزير وقتها في شهر هو الوزير انه ينظم يا حبيبي مهو مش معقولة كل طلب على حساب صاحب المحل ما كانش مؤكد انك تاخد على فكرة كنت هتوبقى زيك زي السعودية زيك زي هيبحث الملف كان هيبحث وحتظل الاولوية للمغرب لانجازاتها واللي هي هي المتصدرة المشهد الافريقي دلوقتي على مستوى العالم عندها نهم للتنظيم كمان بسبب عندها يعني انت مديني سبب ان انا اختارك انها حضور عالمي قوي حضور عالمي وتنظيمي النهاردة بالمناسبة قفزت للمركز الـ 11 في تصنيف الاتحاد الدولي معلش تصنيف ديسمبر عزقنا يما ما كنا في التاسع هي قفزت للـ 11 تفوقت على المانيا والأورجوي وامريكا وسويسرا كلها منتخبات كبيرة سبقتهم احنا ساذ إبراهيم انتصارتنا معنا تأخر للـ 39 ولسه ولسه لأن مفيش توافر في إرادة الإصلاح زي ما رضوان قال يعني مفيش هو أنا كان رئيس التحدي زي أقبل ان ده تعمل معايا كده يعني زي أقبل انه أقف اسمع الكلام ده لازم جمال العالمي رد رد قوي عليه ورد قانوني رد قانوني مقنع أيوة مش مش شمشوني بالظبط لا نسمح ولا نقبل لا لا بيان عنيف كمان خدت مستحقاتك وبقى مبلغ معلق جاري تسويته وفقا لما تم جاء تسويته ومخبط مثل انت على فكرة كيروش لك كان شافك كلمت اللي اتحاد الإفريق عشان تشيل المبلغ كان حولك عملت اللي عليك طب ونت هتعمل ايه اي لكن ما شافكش عملت كده انت عشان تكسب الاتحاد الإفريقي في صفك انشغلت وحنعيد ماتش السنغال بيس ازراجة وحتى ما خدتش بالأسباب وانت بتعمل كده فالدنيا ماشية مسلمينها لناس مشاريا مخ اما بتكلمش على استاذ علام على فكرة استاذ جمال علام ده راجل يعني محترم جدا ولكن هي في الاخر خبرات وقدرات واجهزة تنفيذية وقدرة على قيادتها ايوه دي مهم ايوه اذا كنت مش قادر تقودها انصحك يا جمال بيه بلاها خالص اللعبة دي هم يا اي ما تقودها لان في الاخر هترد في صدرك انت وهي انت في الوجهة اهي يعني حتى في ملف نهائي دور الابطال والجواب وغيره جات في الاتحاد مع انه لجنة التحيارة لهم الادارة لا ده الاتحاد قبلة ان يدلس عليه اه يعني انا زي ما قلتلك لما كانش الجواب راح للوزارة كنا حنقول ساه اه وانشغلنا وبتاعه كنا حنقول اهمال لكن ده انت بتشيل البند ده انما الاهمال اللي يتحول لتدليس انك تمرر الجواب دون عرضه على مجلس الادارة الى الوزارة بعد ان شلت نزعت منه الدسم نهاي دوره اللي هو اهم حاجة هتتوقع تكلمني في الشاطئية والسيدات او لا فانت نزعت الدسم منه هم فانت ابسط حاجة كالتحاد تعالى ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لنا اي هل ازاي كان خدك على جن اه في حاجات غمضة مش واضحة بدان من كرش انا احب واحترم معظم الناس اللي في التعادة وناس كويسين كويسين كبني ادمين ولكن عندما نتحدث عن ادارة وسياسات ادارة و مناورات ادارية على مستوى القارة والمنافسات عايزة خبرات وعايزة جرأة في الموجة وعايزة ورايا دولاب اصق فيه ما يخبيش عليا جوابات او ما يبعتهاش من بره بره ازاي انا قدير وانا او ينفع لقراراتي هو منافذ ما انت اقفت لما فيش قرارات عندك لانا ما بتعيرتش عليك هم بتغير ازاي ده ده في حد ذاته كان يفض اتحاده كورة ده من الموظفين اه يعني انا في وقت ما في ادارة ما لو حصل هذا الموقف كتديني بطربائة ازاي يحصل كده او يبقى فيه ردود مقنعة اعلنها للرأي العام لا 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 احنا بالتحقيق اهد الردود واحنا اقتنعها هل يا رأي عام انت مقتنع معانا ولا ليك موقف تاني ما حصلش الكلام كده اصداد ابرائي هم فبتسيب الدنيا للتكهنات وانه كل واحد عايز يقول حاجة اه يقولها وتكون النتيجة ان احنا منشغلين بال بالكلام ده اللي هو اجراءاتنا الادارية الغر سليمة عن التنظيم الحقيقي اللي ياخدنا الى خطة تطوير لكورة القدم ما فيش ما فيش تقعد تسمع التحكيم التحكيم وتجد ان قصرة التحكيم بتقطع في بعضها ده وصل للمحللين اللي يقل في استوداهات التحليل اللي يقول يمين التاني يقوله شمال خلف خلاف وانا مستعد اقول لك يوم ما يطلع فلاني كده هقول لك بالقسم مكتبة في ورقة هيقول العكسات فتوه انت كمشاهد من صح من صح لما اجا اقول لك خط الفار ترسمت غلط يا اه ترسم غلط يا لأ ما ترسمش غلط اذا اه يبقى دول لازم يتمنعوا على انهم يبانوا تاني في الماشهة خالص لان الضمير ماد دي خطأ لا يصوب ده عامل زي يعني محامي ما قدمش اوراق البراءة لموكله لازم تشطن بالجدوة خيان مش محلش بقى اصل رحت علينا وكلام ده الكلام اللي احنا بنبرر به وعاشين به وبنقبله هتصلح صلح مش هتصلح قلنا عشان يعني هل نفضاء صيرة في الكرة مصرية اللي نعمل ايه اشتركوا في القناة